نروح للقطة كانت جميلة جدا والأخبار الحلوة والحاجات اللي الواحد برضو في الأول وفي الآخر بيقول هي دي الأصول وهي دي التربية أنا مبارح عجبني أو يا كريم اللقطة اللي كانت أو الصورة اللي هي تدولت طبعا وشفناها الأشرف حكيمي نجم يعني منتخب المغرب وهو بيبوس راسد والدته واللي هو زي بيقول لها تعبير عن الشكر تعبير عن الحب مشاعر حلوة طبعا بعد الفوز على بلجيكا يعني الفكرة كمان أن الأم تيجي وتدعم ابنها دي برضو حاجة على فكرة الدعم المعناوي ده كبير جدا يعني الواحد بيبقى أوقات محتاج دعم معناوي يحتاج أن أكتر ناس هو بيحبها وأكتر ناس قريبة لي أن هم يوقفين جنبه حتى بكلمة حلوة ده بيفرق بشكل كبير فأنا عجبني جدا المشهد وإحنا عندنا المشاهد دي دايما يعني أنا مش بقارن ولكن ما بتلاقيش قوي ده في الغرب يعني إحنا دايما نتكلم أو بنبقى متمسكين بالحتة دي الأهالي العيلة هم أكتر بيحطوا لزوجاتهم بيحطوا لأولادهم لكن فعلا فكرة هنا الأهالي أنا بشوف ده مشهد حلو من الأم أن هي تكون هناك جدا جدا ومن الأبن أن هو يسيب كل حاجة وقت الاحتفالات ويروح لأمه عشان يبوس راسه في المدرجات أنا كان مشهد عجبني طبعا النوع ده من اللقطات هي اللي بتجذب انتباه وعدسات مصوري المونديال في كل نسخة منه الحقيقة لقطة كانت محترمة جدا ولطيفة جدا